سؤال بعد كده سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير سؤالي هل يجوز قراءة القرآن الكريم من على الموبايل وأنا لسته على وضوء سؤال مهم ده لأن الأئمة جمهور الفقهاء بيشترط لمس المصحف الوضوء فإن اللي حاصل؟ فإذا كان الإنسان غير متوضع فما مسش المصحف اللي هو إيه من مصحف ده؟ المصحف عندنا هو اللي ما بين الدفتين ده اللي هو مصحف الأوراق اللي هو فيه أوراق وهو بين دفتين اللي هو الستهلاف مئتين ستة وتلاتين آية اللي هم موجودين في هذا الكتاب في هذا الايه؟ في هذا الكتاب ده المصحف دي اللي الحكم بنتكلم عنه إنه استدله بقوله تعالى لا يمسوء إلا المطهرون يبقى إيه اللي حاصل يبقى ده؟ المصحف اللي هو ده؟ المصحف اللي في بيوتنا سواء بقى مصحف التهجل سواء المصحف المصحف ده هو ده اللي فيه حكم إنه لا يمسوء إلا لإيه؟ المطهرون وعليه؟ محدش يمسوء إلا إذا كان متوضعا طيب هل بقى المصحف الموجود في التابلت ده؟ لما أجد مصحف هنا في التابلت ده؟ هل المصحف الموجود في التابلت ده؟ عليه حكم المصحف الموجود فيه بين دفتي المكتوب ده؟ لا لأ ليه لأن هذا الجهاز المصحف هنا ده application موجود هنا تطبيق موجود هنا أو مادة موجودة هنا موجود مع حاجات كتير موجود مع application للصوت والتسجيل مع صوتيات مع ملفات وورد مع حاجات كتيرة فلا يأخذ حكم المصحف فلا يأخذ حكم حكم المصحف قال له زي ايه بقى زي ايه برضو ما بيأخذش حكم المصحف عندنا زي لما يكون المصحف معاه تفسير زي تفسير الجلالين تفسير الجلالين كده الكلام اللي موجود في الجلالين اكتر من الكلام من الفاظ المصحف فيبقى مين اللي اكتر قال له لا تفسير الجلالين يبقى خلاص يبقى المصحف اللي معاه تفسير الجلالين ينطبق عليه نفس الكلام ليه؟ لأنه هو في الحقيقة تفسير وليس مصحفا يبقى هنا يبقى هنا ده اسمه ايه ده تابلت وليس مصحفا يبقى ده موبايل وليس مصحفا ولكن فيه ايه فيه تطبيق لآيات القرآن الكريم لكن ما يسمى اسم مصحف واحد يقول لي يعني ما يسمى اسم مصحف ما أقراش فيه يعني لو قرد فيه ما أخدش السواب لا أنا وقرد فيه تاخد السواب لكن احنا بنقول فيه احكام المصحف اللي هو احكام الكتاب المصحف المكتوب ده لا ولا يأخذ احكام المصحف المكتوب قال طب ليه قلت له عشان هو مش مصحف فقط ولكن مصحف هو اشياء اخرى يبقى عشان كده يبقى دوات العمر التاني كتير من الناس وهم بيستدلوا على ده يقولك اصلا ده مش مكتوب الكتابة عندنا هو المصحف المكتوب ده يكتب بالميداد بيكتب بالحروف اللي احنا بنشوفها لكن ده مكتوب بالإيه بالفتونات مكتوب بالأشياء الضوائية مش مكتوب بالإيه فهو لا يصلح أن يكون لا يسمى مصحفا أي لا يسمى مصحفا مكتوبا إذا كان كده فمش هينطبق عليه ده فأنا لو مسكت التليفون أو مسكت التابلت وأريت منه أقرأ منه ولو لم أكن متوضئا